تعالوا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء ومنه الشرقية ويتفضل يا بني شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز والأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع جزائر على شط الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد رمضان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية حيث ثمن الرئيس السيسي المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البندين من جانبه نقل الوزير لعمامرة إلى الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويات الرسمي والشعبي وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية تعديدا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية أكد وزير الخارجية سمح شكري موقف مصر الراسخة من دعم أمن واستقرار الإمارات جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وتناول الاتصال الاتمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة سهاريج نقل محروقات بيترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ضبي الدولي مما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين كما شدد شكري على متابعة ما نقل عن قوات الحوثي بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي مؤكدا على إدانة مصر لأي عمل تنفذه قوات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنها ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل يستهدفها أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف ومائة متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 334 ألفا وستمائة وتسع وعشرين حالة وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي تسجيل ألف ومائتين واثنتين وثلاثين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة إحدى وثلاثين حالة جديدة أعلنت أستراليا تسجيل أربع وسبعين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة ماضية في أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ بدء الجائحة هذا وتسبب انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى في رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف وقالت السلطات الأسترالية أن الشباب غير المطعمين يشكلون عددا كبيرا من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد هذا وسجلت أستراليا نحو مليون وستمائة ألف إصابة منذ بدء الجائحة منها مليون وثلاثمائة ألف في الأسبوعين الماضيين وبلغ إجمالي الوفيات 2757 وفاة أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 238 ألفا وثمانية عشر حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37 مليون وستمائة وعشرين ألف حالة وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنها سجلت 310 وفيات جديدة في البلاد مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4867 حالة كتام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل